اشتركوا في القناة جديد من مقاطع نظام ادارة معلومات طلبة الجامعات المصمم من قبل مركز الكافية لتقنية المعلومات طبعا اليوم انا اياكم ان شاء الله سنناقش موضوع البريد وبشقه البريد الوارد والبريد الصادر طبعا كل احنا نعرف انه البريد الوارد هو البريد اللي جاينه والبريد الصادر اللي هو البريد اللي طالع من عدنا لشوف اهنا بالوارد اكو ثلاثة ثلاثة معناته هنا رقم ثلاثة معناته انه اكو هناك ثلاثة رسائل غير مقروعة اكو هناك ثلاثة رسائل غير مقروعة واضح فمن اضغط اهنانه على هذه الوارد طلعت عندي كل الرسائل اللي موجودة اهنا طلعت عندي كل الرسائل اللي موجودة اهنا طبعا خليكونا ببايكم كل رسالة تضمن المادة اللي اجتني عن طريقها الرسالة المادة اللي انا ادرسها يعني من الطلاب اللي اجتني من عدهم اه اسم الطالب اهنا من هو رقم الاي دي مالته واهنا اكو ايضا اه عنوان مادتي من الممكن انه يشوفوه اللي هي عنوان الرسالة اللي مكتوب اهنا رسالة مقروعة او غير مقروعة طبعا اللي موجود بيها ظرف هي معناتها انه هاي الرسالة مقروعة واللي مغلق طبعا ظرف اهنا مغلق واللي ظرف مفتوح معناتها الرسالة شبيهة رسالة تمت قراءتها رح تسأل او خلي او خليني شرحها ماكو مشكلة رح تسأل انه اذا هذا الظرف مغلق اوكي شون اخليه مفتوح انه مقروعة رح اقول لك مجرد انه تضغط على هذه الرسالة مجرد انه ضغطت عليها اوكي على عنوانهم فتحة الرسالة وراح تقرأها واضح فاهنا شوفيش قد العدد بقى اثنيا اوكي بقى عندك اثنيا وصار الظرف هذا صار مفتوح كذلك اهنا اذا اجيت ضغطت على هذه ايضا ايضا شوف هسا هذه ايضا ضرف مفتوح ايضا انه فتح عند الظرف وقرأتها الرسالة شفتين مين جايتني وشنو عنوانها شنو موضوحها شوف شبقت عنديك بس واحدة مقروعة زين اذا تريد هذي وهذي وهذي ذني ثلاثة تسويهن يعني غير مقروعة ترجحن كأنما انا مقاريهم اوكي بهالحالة رح اجي احدد هذه اول وحدة احدد الثانية وحدد الثالثة وانطهيت كتحديد كغير مقروع هل انت متأكد نعم شوف الظروف شبيهن من سدته عدد الرسائل الغير مقروعة شقصار اربعة واضح؟ لو كلهم يعني ذول هذي ثلاثة اذا تسويهم لا مقروعات بدون ان افتحهم بدون ان افتحهم واقراهم مجرد رح اروح اقول لشنو تحديد كمقروع هل انت متأكد نعم شوف تلافتهم الظروف شبيهن تلافتهم الظروف ان فتحت وتحددت كمقروع مع العلم انه انا شبيهن مفتحتها ولا قريتها ولا شفته واضح عيني هذا بالنسبة تفاصيل الرسالة العنوان مالتها اهنانه شاكو بعد عندي اذا اكون مرتفقات تاتش ملفات دازيها اليه والتاريخ شو اكتجتني هاد الرسالة شو اكتجتني هاد الرسالة كل دنيهن المعلومات الخاصة بكل رسالة شا بقى عندي بقى عندي تحديث هذا مجرد انعاش رفرش للرسائل اللي موجودة هنا واجدتي الرسالة اريد اشوف انه ادخلها ضمن الوارد مجرد مطلعت عندي مجرد انت تحديث ممكن كنسوي لرساله وتظهر عندي اول وحدة شنو بعد عندي عندي بحث بحث مثل عن طريق شنو طريق العنوان مات الرسالة متلا راح اجي اريد كل اللي اسم هن تست عنوان هن تست شوف هناش طلع عندي كل اللي عنوان هن تست سوالي فلتر عليهم كل الرسالة اللي عنوان هن تيست طلعوا عندي هنا اردلغي هذا الفلتر مجرد راح اضغط هاي الموجودة عندي اللغة هذا الفلتر اللي موجود. واضح? زين. بعد شكوه شنو عندي? اكو عندي رد اهنانة. تشوفوا هذا الرد من الممكن انه ارد مباشرة على هذه الرسالة. وان الممكن انه ارد على هذا الرسالة. شون ارد على هذا الرسالة? يعني عندي هنا طريقتين. من الممكن انه افتحها. واقراها. وعندي شنو هنانة? رد. تشوفون? عندي رد هنا. بس اضغط على رد طرحة عندي هذه الرسالة جتني الطالب الى. رح ترسله الى. وهنا اكتب الرسالة مالتي. اوكي? الرد مالتي شنو راح ارد عليه. اوكي? ومن الممكن اهنا شا سوي بعد? انه براوس احمل مرفقات عندي. احمل هذا المرفق. اقول له اوبن. هيتحمل عندي المرفق كله. من خلصت راح انطي شنوه? راح انطي ارسال بريد. راح يروح رد لهذا الشخص. راح تسأل طريقة ثانية شنوه? راح سوى رجوع. رجعت للبريد مالتي. من الممكن انها انطي رد منا مباشرة. شوفون منها رد مباشرة من ممكن انها انطي. طيت ايضا نفس الطالب راح ترسله. اوكي? وهنا العنوان الرسالة راح اكتب المحتوى ما اضطر الرسالة هنا الكونتينت. طبعا هنا هذا يدعم انه يعني كما مايكروسوفت تقدر تكبر الخط تزغر الخط سوي بوت سوي ما الاتاليك سوي اندرلاين تحته خط. لو ان الخط كل ذني من الممكن تستخدمهن بهذا هذا المنقح اللي تكتب الرسالة به. ومثل ما قلنا قبل شوية. يعني هسان راح اجرب. عليكم السلام عليكم. هذه هي المحاضرة المطلوبة. افوا اندر اكتب هذا انجليزي. خلي امسها كله. مساح. السلام عليكم. هذه هي المحاضرة المطلوبة. شو مش هيصر عندي هنا انا كتبتها. جيت بالبراوس. حملت ملف منها. مثل حميت هذا التوتش. وقلت له اوبن. صعد عندي هذا اهنان احمله. راح اقول شنوين ارسال بريد ارسلها خلاص يا انتهى. راح تقولي وين راح يلقاها رح اقولك تلقاها بالصادر بالبريد الصادر. تهينا من البريد الوارد بريد الوارد كل رسائل اللي تيجيه من الطلاب不要 من العمادة اللي تيجي من اي شخص اخر راح تيجي توصني على هذا البريد الوارد بريد الصادر لا كل الرسائل اللي انا ده زيتها كل الرسائل اللي انا دزيتها. شوف هاي اللي دزيتها قبل شوية رد على بريد تيست. ها تقول من يقول. اقول لك شوف التاريخ مالتها منذ ثلاثة وعشرين ثواني مضت. اوكي? فاحنا كل الرسائل اللي صادرة اللي راحت من عندي من الممكن انه تلقاها اهنانا. من الممكن انه تلقاها هنا. طبعا كل عمود تقدر تزغرها تقدر تكبرها تقدر تفتحها الرسالة بس تضغط عليها هنا هذين فتحة الرسالة. اوكي? تقدر تسوي لها رجوع هنا هنا. وتقدر بالاضافة الى ذلك انه اضللها وش اسوي لها? اسوي لها حذف. هل انت متأكد? نعم. حذفة راحت خلص. بعد? اخيرا انه اقدر اسوي بريد جديد انه اسوي رسالة جديدة. فتح عندي المتصفح. تختار من عنده هنا فوق شنوه? المادة. وين تريد هي? كل الشعبة اللي تريد طالب معين. اذا عفتها فارغ خليكون ببالك راح يرسلها المين? كل الشعبة يا شعبة اللي موجودة هنا هندسة تقنيات الحاسوب بالمرحلة الاولى الدراسة المسايا شعبة اي? كل الطلاب حيرسلها لهم. وهنا تكتب العنوان مالتها. واضح? محاضرات جديدة. على سبيل المثال هذا. السلام عليكم جميعا. جميعا. لقد تم ارسال محاضرة جديدة لكم. واضح? كملت? راح تقول لي لا انا ما اريد لكل الشعبة. اريد الاشخاص محددين. بس تضغط على هذا السهم طلعت عندك هذا الاشخاص. حدد هذا. حدد هذا. هذا كذلك. هذا كذلك. هذا كذلك. هذا تهل موضوعهم. جوا كلهم اهنانة. تريد تخلي ملف جديد. ضيفة اتاتش. هذه. حددت. قلت له اوبن. ورا ما خلصت كل شي. اش خلصت كل شي? حددت اسم المادة. حددت للبريدة للكترون المجموعة الطلاب. حددت عنوانها. حددت الكنتينت اسمار الرسالة. وهنا بالابراوس حددت الملف الراحد زي. راح اقول له شن هو ارسال بريد. من انطيته ارسال بريد. شوف راحت. وين مجموعة الطلاب. بس اضغط عليهم. راح يطلعون مجموعة الطلاب دولة. كل واحد والايد ما انت بصفر. حتى ذا احبه اتأكد عليه. زين. اذا تقول لي اردروح اقراها. اضغط على محابرات جديدة. فتحة عندك هذي. واضح? كل لني من الممكن انه السوي. مرفقات بها مرفق واحد. وهكذا. هذا اساتذتنا الافاضل اخواني العزاه هم يعني اهم شيء موجود هنانا بكل من بريد الصادر والبريد الوارد. تمنى انه وصلت الفكرة. تمنى انه فهمتوها. ان شاء الله باذن الله تعالى سوف نلتقي في محابرات جديدة لكمال باقي النظام. شكرا جزيلا لكم. اشتركوا في القناة